في إنجاز جديد لدبي متجاوزا تداعيات جائحة كوفيد-19 على اقتصادات العالم حقق مركز دبي المالي العالمي رقما قياسيا في تسجيل الشركات في عام 2020 ليحافظ على أرباحه التشغيلية بإجمالي 125 مليون دولار نتابع حقق مركز دبي المالي العالمي في عام 2020 أفضل أداء له في تاريخه وخلال مسيرته الحافلة على مدى 16 عاما رغم الأوضاع الصعبة والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والعالم جراء جائحة كورونا نجح المركز في استقطاب المزيد من الشركات الجديدة خلال عام 2020 ليصل إجمالي الشركات إلى 2019 شركة بزيادة 20% عن العام السابق حافظ المركز على أرباح تشغيلية بإجمالي 125 مليون دولار ارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز المالي إلى 189 مليار دولار بزيادة 6% مقارنة بعام 2019 وتجاوز حجم السوق من أنشطة مركز دبي المالي العالمي 784 مليار دولار بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي طرح مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2020 مجموعة من المبادرات التي دعمت تحقيق النمو استثنائي انسجاماً مع رؤية المركز الهادفة إلى بناء مستقبل القطاع المالي حيث ارتفع عدد الشركات التكنولوجية المالية والابتكار المسجلة في مركز دبي المالي العالمي بواقع ثلاثة أضعاف تقريباً في العامين الماضيين في العام 2020 بلغ حجم الغروض الممنوحة من الشركات المسجلة في المركز المالي 64 مليار دولار واستثمر مدير محافظ إدارة الثروات والأصول في المركز أكثر من 203 مليارات دولار بزيادة 106% عن العام السابق لتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع إدارة الثروات والأصول 528 مليار ونصف المليار دولار يضم المركز اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار مقارنة ب735 شركة في عام 2019 وقد انضمت 189 شركة جديدة في منظومة التكنولوجية المالية والابتكار ليتضاعف عددها أكثر من الضعف في عام 2020 وأسهمت الشركات العاملة في المركز في توفير 1135 وظيفة جديدة ليقترب مجموع الوظائف من 27 ألف وظيفة تضم 145 جنسية مختلفة إنجازات مركز دبي المالي العالمي في عام 2020 هذه جاءت لتعزز سمعة دبي على صعيد القطاع المالي العالمي ولتسهم في تحقيق مختلف محاور استراتيجية دبي لعام 2021 تحقيق مختلف 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 م